أولاً أنا أريد أن أحييكم على جهدكم لأن هذه نقطة حدودية أسست أساساً كنقطة حدودية حجم الضغط الذي شهدته خصوصاً بآخر سنتين يعني يفوق الوصف بكوادر بشرية أولاً عددها قليل لكن فعلها كبير والله يعطيكم العافية كل أجهزتنا التي تتعامل مع قضايا أمن الحدود ومع قضايا الدخول والخروج للأشخاص لأنه يتعاملوا مع آلاف مؤلفة يفوق عددهم بكثير ما أعهدناه على هذه النقطة الحدودية تحديداً اللي يمكن اليوم تتطلب بالضرورة أن نسير سيرورة سريعة بموضوع إعادة إلى وتوسيع لأنها عم تنتقل لتصبح حقيقةً واحد من معبر الحدودية الأساسية في الورد ورحلة الزائر والمواطن يجب أن تكون رحلة ميسرة حتى نشجع كمان إحنا إلى القدر المستطاع الحركة السياحية اللي بدور تسهم إسهام كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره وتنميته ورفع الناتج المحلي الإجمالي ضمن المشتهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي وخصوصاً في الشق المرتبط برفع نسب النمو الاقتصادي وربما أيضاً بالرحلة سياحية ناجحة ومريحة لمن يقصدنا بأن تقودها إلى استثمارات في المملكة الوردنية الهاشمية واستثمارات خاصة في مناطق المجاورة على حدود دول شقيقة تمتلك القدرات المالية لتوجه استثماراتها إلى المملكة الوردنية الهاشمية بشكل أيضاً يسهم في حل ومعالجة تحدي من التحديات المركزية من الشدالي وتحدي البطالة مع أنه اليوم نسبة البطالة انخفضت بواقع واحد بالمئة من العام الماضي وهو انخفاض نسبياً معتبر فيما يتعلق بالنسبة الميوية لكن لا تزال نسبة البطالة نسبة عالية إحنا حقيقة أن ما قبل كورونا كانت نسبة البطالة قبل كورونا تساطاش بالمئة في كورونا وصلت لثلاثة وعشرين الآن رجعنا لحوالي واحد وعشرين بالمئة ولكن الشق المرتبط بالتيسير في انتقال الأشخاص وفي دخول الأشخاص إلى المملكة الأردنية الهشمية بتجربة مقدرة ومحترمة ومريحة ستفضي دائماً الانطباعات من شأنها أن توجه الناس ربما بالإضافة إلى حوافز أخرى متوفرة خاصة في محيط منطقة العقبة ومبارح نحن كنا في بواكير وبدوائلات مشروع المدينة الصناعية في القويرة اللي بوفر حقيقة المزايا كبيرة من خلال خصوصاً التعاقد اللي تم على إنشاء بولة تحتية للغاز بتخفض قيمة وكلفة فاتورة الطاقة على إيه واستثمر بشكل اللي يعطيه ميزة تنافسية اللي يوجه بهذه المناطق ويوجه على هذه المناطق لإنشاء مصانع وإنشاء منشآت من شأنها أن تحدث فارغ في تنمية الاقتصاد المحلي وفي أيضاً خلط فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي فمن الضرورة بمكان أن نسرع إجراءات توسيع وإعادة تأهيل لنقطة حدود الدرة ومركز الدرة لأنها تشهد إقبال كبير وتنامي كبير في أعداد الداخلين إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر هذا المنفذ أيضاً هذه بتوفر لنا طبعاً ربط مع المشاريع الإقليمية القائمة في دول الجوار وخاصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تجمعنا فيها على مشتوى جلالة سيدنا وخادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي أحد المملكة العربية السعودية وعلى مشتوى الحكومات وعلى مشتوى الشعب علاقات استراتيجية متجذرة وقديمة ونتطلع ونعمل دائماً على الربط مع هذه المشاريع الإقليمية لقسم بينها وخصوصاً مشروع نيوم يعني تماماً متاخن لحدود المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية الشعودية الشقيقة وهناك الكثير من الحديث الجاري عن التكامل ما بين هذه المشاريع الموجودة في نيوم ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وخصوصاً منطقة العقر فمن الأهمية بمكان ما علي أخوي أبفيصل أنه هذا يعطى أولوي في تسريع إجراءات تنفيذه واستكماله لأنه من المعابر الهام والحيوية والضلورية وتدريجياً عن بصير هو المعبر الأساسي تقريباً اللي برضوطر المملكة العربية السعودية وأن يؤخذ في الاعتبار في عمليات إعادة التهييل أيضاً من الآن أنه هذا قد يشهد أيضاً حركة شاحنات أن يوفره البنى التحتية اللازمة المرتبطة بأنه يكون فيه مخطة شمولي لتوسعته بماستر بلان صحية لا تصفوا مزنوقين بعد ذلك بحيزوا بمدى إذا تطلّى بالأمر بعد ذلك إعادة توسيع أو توسعات إضافية تستتبع ذلك ببنى تحتية مرتبطة بتجربة ما تتطلب من الراكب أنه ينزد حتى أنه يستكمل معاملات وقعدة في سيارته لأنه التقدم التقنية والتكنولوجيا يسمح بهذا الكلام وطبعاً في تحديد جو درجات الحرارة أنتوا عارفين بالصيفة كثيرة حامية فهي كمان تجربة مهمة طبعاً مع المحافظة على الجانب الأمني الضرور أن نحافظ عليه لأنه إحنا دائماً نعتز بأنه من يدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومن يعيش فيها يحظى بنعمة الأمن والأمان التي لا تقارن بأي شيء في محيطنا ولا تقارن بأي شيء حتى بأبعد من محيطنا وهذا يحيى وتحيى عليه قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية تحيى ودين في عنق كل أردني نحو هذه الأجهزة والقوات المسلحة الباسلة التي هي قرة عين أيضاً جلالة الملك لأنها دائماً تقرن القول بالعمل بالإنجاز وتمثل حقيقةً لأين الساهرة على أمن وأمان الوطن والمواطن وهذا هو الممكن الأساسي أساساً لأي تنمية اقتصادية وأي نمو اقتصادي حقيقي وأي تطور اقتصادي حقيقي وحتى الجذب الاستثمارات فالله أعطيكم ألف عافية والله يقويكم يا أخواني ترجمة نانسي قنقر